طبعا لكل وقت أدان وأدان البيوت المصرية حاليا على طلاب الشهادة الاعدادية طبعا بنبارك لكل الطلاب اللي حصلوا على النتيجة اللي رادتهم إن شاء الله وبالنسبة للطلاب اللي حتى الآن منتظرين نتيجتهم نتمنى لهم كل التوفيق وكل السداد إن شاء الله تعالى طبعا دلوقتي في فاكرتنا الأولى احنا بنوجه كلامنا للشخص اللي هو لسه ما حددش هدفه حتى الآن الشخص اللي هو حدد هدفه انه هو يدخل مدرسة معينة لأنه لديه طموح علمي معين فده شخصي بندعو له بالتوفيق والسداد إنما كلامنا في الفقرة دي عن الشخص اللي لسه حتى الآن ما حددش هدفه أو الطالب اللي حدد هدفه بناء على رغبات الناس يعني على سبيل المثال إن فيه طالب يقول له كان هدخل ثانوي علشان كل إخواتي في ثانوي فمنفعش أنا ما دخلش ثانوي أو ابن خلتي مثلا في سنة هيدخل ثانوي منفعش ندخل حاجة ثانية الشخص ده هنوضح لي مجموعة بدائل الثانوية العامة مجموعة مدارس هذه المدارس الميزة اللي فيها بتوفر فرص عمل في بعض المدارس بتوفر فرص عمل سريعة وفي بعض المدارس بتوفر فرص عمل فورية بمجرد تخرج الطلاب من هذه المدارس عندنا أول مدرسة مدرسة الانتاج الحربي تابعة لوزارة الانتاج الحربي الطالب أول ما بيتخرج منها بيحصل على دبلوم من وزارة التربية والتعليم وأيضا بيحصل على دبلوم من وزارة التعليم العالي وبيكون لديه الفرصة للتحاق بالمعهد الفني للكوات المسلحة طبعا مدة الدراسة في هذه المدرسة ثلاث سنوات أما المدرسة الثانية اللي عندنا مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية أيضا مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات معظم الدراسة بتكون عملية بيكون فيه تدريب بشكل كبير في المصانع العربي وأيضا الطالب ومجرد تخرجه بيكون لديه لحقية في الالتحاق بمصانع العربي أما المدرسة الثانية فعندنا مدرسة السكة الحديد مدرسة السكة الحديد أيضا مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات ومجرد أن يتخرج الطالب من هذه المدرسة بيكون لديها الحقية في أنه يتعين لدى السكة الحديد أما المدرسة الرابعة فهي مدرسة التمريد مدرسة التمريد هي الأكثر شيوعا والأكثر إقبالا عليها من قبل الطلاب بسبب فرصة العمل الفورية اللي بتتوفر ليه بمجرد تخرجهم من المدرسة ولكن هناك بعض الشروط لها طبعا لابد أن يحصل الطالب على درجتها على حسب كل تنسيق كل سنة وأيضا هناك شرط بالنسبة للفتيات عدم الزواج طوال فترة الدراسة ولكن الميزة اللي فيها بمجرد ما يتخرج الطالب يلتحق بوظيفة فورا بمستشفات وزارة الصحة والسكان المدرسة اللي بعد كده هي لفتة انتباهي بسبب اسمها اسمها المدرسة الثانوية الصناعية لمهي الشرب والصرف الصحي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بمجرد أن يتخرج الطالب من هذه المدرسة بيلتحق بشركة المياه شرب والصرف الصحي وفي ميزة هنا كمان كل تحياتي للدكتور ممدوح رسلان رئيس الهيئة القبضة لشركة مياه شرب والصرف الصحي أنه منع تعيين أبناء العاملين لدى هذه الهيئة فده طبعا نوضح فيه ويضح أنه ما فيش مجال الوسطى أو المحسوبية أما بالنسبة للمدرسة الأخيرة فهي مدرسة الضبعة النووية موجودة في مرسى مطروح مدة الدراسة فيها خمس سنوات ولكن هي تقبل البنين فقط يستطيع الطالب بعد التخرج من هذه المدرسة أن يلتحك بمحطات النووية التابعة لوزارة الصحة ووزارة الكهرباء وإنتاج الطاقة أيضا بيتقدم هذه المدرسة بعض المنح للطلاب وبتقدم أيضا منح تدريبية للمعلمين ليسقل مهاراتهم بالتالي بيعكس على مهارات الطلاب من بعد كده